اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية النصر هي كلمة من خمس حروف كده بتحمل في طياتها فكر وجهد وسنوات من التعب والتخطيط مشوار بيحمل مشاعر وفرح وحزن ومكسب وهزيمة وفي النهاية أعلى مرفوع على أرض الفيروس في شباب اختاروا أنهم يضحوا بالدم والعمر مقابل الأرض والعرض فعزفوا سيمفونية الفخر والعزة والعالم كله وقف قدام نصر أكتوبر المجيد وحاول يفهم سر النصر وكانت الإجابة هي العقيدة عقيدة الجندي المصري خلونا نتكلم عن عقيدة النصر من خلال دكتور عقفة يوسف أستاذ علم الإدارة واستشاري التنمية البشرية طبعاً اللي منوارنا النهاردة وحنتكلم على فلسفة النصر وإحنا بنتكلم دايماً في علم الإدارة اللي حصل ده هو نموذج لعلم الإدارة كيف أدرت هذه المرحلة وكيف أدرت الحرب وصولاً للسلام والاستقرار أهلاً بيك دكتور عقفة صباح الخير على حضرتك وكل السلام وحضرك طيب وبألف خير ربني خليفاً أجمل أيام بنعيشها دايماً هي شهر أكتوبر شهر العزة والنصر والكرامة هو كل اللي أنت عايز تقوله أقوله فالنهاردة إحنا بنحاول نفسر النصر التاريخي العظيم اللي مازال كل الناس بتتحاكى به لغاية دلوقتي بعد مرور هادي السنوات ونشوفه من منظور الإدارة إزاي إحنا نجحنا في إدارة المرحلة وإدارة الحرب كمان زي ما أحاج بتكلم إحنا مش هنعرضه من منظور تاريخي إحنا هنعرضه من منظور إداري أنا عايزة بتأسي أبتدي بجورج بيرنرد شو قال جملة حلوة جداً تنطبق على المقدمة اللي حكي عملتها قال الناجح لديه خطة وبرنامج والفاشل لديه تبريرات فالنجاح لو مش مبني على خطة مستحيلها يحصل فكانت كلمة سر فيه نجاح أكتوبر هو فكرة التخطيط ويمكن إحنا لما بنتكلم عايزين برضو ندي دروس للناس يعني الشباب عايزينهم بشكل أبو آخر يستفيدوا لأنهما كل سنة بيسمعوا حرب أكتوبر وإيه اللي حصل لكن مش عايز الكلام ده نسمعه لمجرد نحن بسمع تاريخ هو التاريخ دايما الميزة بتاعته إنه هو بيكرر نفسه فأنا لو عرفت أعمل نفس اللي تعمل في الحرب دي على المستوى الشخصي فأنا هنجح يعني لما نشوف فكرة التخطيط الأب الروحي للإدارة اسمه بيتر دراكر قال جملة لطيفة جدا قال الأشجار تموت من القمة يعني أنا لوقتي لو ما عنديش قائد ناجح فمستحيل هقدر أنجح حتى لو معايا خطة فأنا عايز خطة ويكون على رأس هذه الخطة قائد ناجح يعرف ينفزها فإحنا كان عندنا ثلاث أشخاص السادات ومعايا اتنين من العباقرة المشير الجمصي والفريق سعد الدين الشازلي كل واحد منهم كان حاطت خطة بتاعته خطة الشازلي كان اسمها المآزن العالية وليها علاقة بالطيران خطة الجمصي كان اسمها خطة الكشكول اللي كان كاتبها في الكشكول بتاع بنته بتاع المدرسة عشان ما حدش يقدر يعرف أو يشوفها فهنا كانت كلمة السر في الأول هي التخطيط قبل ما ندخل في تفاصيل عشان ما عايزين كده نعمل شوية مدلولات لطيفة أنا عندي ستة وعندي أكتوبر وعندي قناة السويس وعندي خط برديف عايز كده أعمل مربع لطيف كلمة ستة هو ربنا خلق العالم في ستة أيام فإحنا بنتكلم أن رقم ستة ده في علم الأعداد فيه علم كده اسمه علم الأعداد أو النيومورولوجي علم الأعداد بيقول أن رقم ستة ده رقم الكمال إشارة لأن الله خلق العالم فيه أو السماوات والأرض فيه ستة أيام فكأنه الموقف بتاع ستة أكتوبر بيقول خلاص كده اكتمل الاستعداد ويجب أن نحن نبتدي بالحرب كلمة أكتوبر بالإنجلش أو باللاتيني على ما أعتقد أكتو وكلمة أكتو ده معناها تمانية تقولي بس هو شهر عشرة لأن زمان اليونانيين ما كانوش بيعدوا شهر يناير وفبراير فكانوا بيبتدوا من مارس فإحنا لو ابتدينا بمارس يبقى شهر أكتوبر ده هو شهر تمانية مش شهر عشرة ورقم تمانية في علم الأعداد هو الرضا فكأني أنا وصلت من الكمال إلى الرضا خلاص أنا اكتملت الاستعداد بتاعي وبعد قناة السويس عشان أوصل إلى فكرة الرضا السويس نفسها قناة السويس كان لها اسم قبل كده قناة القلزم حتى البحر الأحمر اسمه بحر القلزم القلزم دي معناها هيلتهم شيء وكأن القادر بيقول إن الجيش المصري هيلتهم الجيش الإسرائيلي نيجي لكلمة بارليف هي طبعا متسمية على اسم حجم القادة المشهورين في الجيش الإسرائيلي لكن كلمة بارليف باللاتيني معناها القلب وكأن حضرتك بتبتلع قلب إسرائيل اللي هو الساتر اللي هو 22 متر في الارتفاع اللي هو تكلف نص مليار دولار في الوقت ده فهو عايز يقول إنه المنظومة كلها بتقول هو فعلا ده اليوم اللي كان لازم الجيش المصري ينتصر فيه فدي شوية مدلولات كده لطيفة عشان نوصل للناس إنه لأ حرب أكتوبة بليها رموز كتيرة جدا أكتر من هي هستري لكن هي يعني كلمة اللي حاجة بتديت بها في الأول كلمة عقيدة كلمة عقيدة معناها إنه أنا عندي إيمان بأن أنا هوصل لهدف معيج يعني حك لو تفتكر وولد ديزني كان عنده جملة لطيفة جدا قالك لو حلمت بالحاجة هتوصل لها مشكلة بعض الشباب في أنه مع عدم قدرتهم على تحقيق النجاح هو فكرة أنه أنا شايف أن أنا صغير أنا ضعيف ولو نفتكر أبو القاسم الشاب الشاعر التونسي العظيم قالك من يتهيب صعود الجبال يعيش أبدا الظهر بين الحفر يعني لازم تشوف نفسك كبير وطالما أنت بتشوف نفسك كبير فأنت غالما هتهدنجح ده اللي كان كل قادة الجيش المصري عايزين يزرعوه في الجند المصري لا أنت هتنتصر وحاجز الخوف اللي كان موجود ده أنت لازم تشيله ده ممكن كان متمثل في خط برليف فده كان سبب أنه أنا بتحرك وبعد قناة السويس وأنا متأكد أن أنا هنتصر برغم أن أنا كقوة أضعف من الجيش الإسرائيلي يمكن كمان عار النكسة كان مسيطر يعني أي حد عسكري في الوقت ده كان حاسس أنه عايز ياخد بطاره ده على كل المستويات سواء قادة أو جنود الشعب المصري كله بلا استثناء ما دي بانت كمان في إيه فأنت خلاص عندك اللي عايز تنتقم يعني عايز تهيب حقك بانت أوي في الجملة الشهيرة بتاعت الرئيس السادات لما قال قصة الكفاح وآلامه أو سري ومشاقه ومرارة الهزيمة وآلامها حلاوة النصر وآماله بس خير بالك هي السوداسية هي كل حاجة والنص التاني بتاعها الكفاح ومشاقه فالنجاح عمره هيجي من غير المشاقة الهزيمة وآلامها والآلم ممكن يكون حافز لك عشان تتقدم حلاوة النصر وآماله يعني هي قصة آه أنا خلاص انتصرت دي البداية دي الحلاوة لكن فيه الأمال بقى هتعمل إيه جات بعدها التمانينات والتسعينات اللي هو مرحلة الانفتاح الاقتصادي ودي ممكن الجملة الأخيرة عشان برضو رسالة للناس إيه وعا تفتكر إن النصر هي نهاية الحياة هو النصر بداية النجاح حلاوة النصر ما تخليكش إن انت مع الوقت تبتدي تعمل إيه تقلل المجهود يعني أينشتاين لما سألوه إيه العبقرية من وجهة نظرك اللهم العبقرية واحد بالمئة وحي وإلهام وتسعة وتسعون بالمئة عمل وعرق وكفاح يعني أنا عايز نكتهد فالجملة الأخيرة اللي قالها السادات لازم نفكر فيها حلاوة النصر وأماله فين الأمال اللي عندك الإنسان بلا هدف هو إنسان ميت أنا لازم يكون عندي هدف أنا بسأل كتير من الشباب الصغير أنت بتحلم بإيه إيه اللي عايز توصله إيه هدفك إيه الأمل بتاعت ما فيش أو يكون الأمل مقصور على أحد أسباب النجاح اللي هو المال المال أحد أشكال النجاح لكن النجاح عبارة عن ثروة عبارة عن منصب توصله عبارة عن خدمة ناس عبارة عن شهرة عبارة عن أنك أنت تبقى راضي عن نفسك والناس راضية عنك يعني فيه أشكال كتيرة للنجاح تبقوا لي يا دكتور رفت يعني الشعب المصري إحنا بنقول لطبيعة خاصة في أي دولة من دول عالم مثلا ممكن أحتل جزء من أرضها ممكن تستسلم ولكن أنت كنت في حالة فوران من 67 ل73 خاصة أن أنت شفت مظاهرات في الوقت ده بالطالب أن أنت عايز تحارب وده كان رغبة عامة عند الكل فإزاي شفت الدعم المعناوي بالنسبة للجنود اللي كانوا على الجابها من المواطنين المدنيين العاديين في الوقت ده هو في آخر الجندي ده عبارة عن إيه عن شخص عادي ليه أسرة فالأسرة دي دايما بتلعب معها على فكرة الكرامة وأن أنت دلوقتي موجود في دور لازم تجيب النصر لبلدك ويمكن الشعب المصري باني قوي في حرب 73 في فكرة كانت أكبر حملة تبرع في الدم على مستوى التاريخ واشتورع بالدم بس كنا بنشوف كمان الناس اللي بتبيع ممتلكاتها وتروح تتبرع وتقف تبور عشان تعرف تعمل كده الفنانين كمان الفنانين دحية فكل ده كان عبارة عن تعديد وشحن معناوي أنا دلوقتي أبوي وأمي بيأثروا فيها جدا لما أبوي يقول لي أنا مش حايزك ترجع غير لما تكون منتصر وإيه وعا تفكر في يوم الأيام في الهرب أو في النهات لأنك هتبقى جبان فكل ده كان شحن بإضافة طبعا للجمص والشازلي يعني شازلي كان عمل كتاب مش فيك متذكر اسمه إيه كان يتوزع على الجنود قبلها بثلاث شهور قبل الحرب بثلاث شهور كان بيكلم على وكان هو عامل المقدمة بتاعته عشان شحن أعتقد كان اسمه عقيدة أو النصر عقيدة أو عقيداتنا الدينية في النصر حاجة بالاسم ده فكان بشكل أو بآخر بيحاول أنه يشحن الجنود معنويا على النجاح وبرضو ده هشام عايزين نربطه بالشباب دايما حط نفسك مع الناس اللي بتتكلم بشكل إيجابي اتكلم مع نفسك بشكل إيجابي عشان تبقى شايف النصر اللي هتوصله أم جون كينيدي كانت كتباله على باب قدته وهو عنده ست سنين مستر بريزدنت عشان تشجعه الكتاب عقيداتنا الدينية لسه الزملاء دلوقتي عقيداتنا الدينية اه اه احنا كمان شفنا كلمة الله أكبر زلزلة المكان زلزلة أرض المعركة كل واحد كان حسن الجندي التاني ده هو نفسه ناس كان بتفدي نفسها وبتفدي غيرها وكانت بتقاتل عشان يعني زر التراب أو زر ترامل من الأرض سينة العقيدة دي احنا قلنا هي السر ولكن برضو لو بصينا المشهد التاني مشهد التضافر العربي وفكرة الأخوة واللي ظهرت في هذا التوقيت بشدة ودي كانت واحدة من أسباب النجاح برضو ودي لما نربطها بالإدارة وانت بتخطط تمام دي فكرة العمل الجماعي العمل الجماعي مصر كان معها سوريا بشكل قوي جدا دول الخليج وعلى رأسهم السعودية والإمارات عملوا ويوقفوا تصدير البترول لأمريكا عشان أمريكا كانت هي الحليف الاستراتيجي لإسرائيل ده كان معانا برضو الدوب الروسي أو العنصر الروسي ده برضو فكرة التيم وارك يعني أنا بشوف شركات كتيرة جدا بتفشل عشان الناس بتبقى في حرب مع بعض احنا مفروض ان احنا نبقى في تيم مع بعض وكلمة سينرجي حتى في الإدارة عشان بنقول واحد زائد واحد يسوي ثلاثة فكانت مصر وكانت سوريا وكانت دول العربية كلها كل ده عمل منظومة نجحة قدرت بشكل أو بآخر ان تخلي مصر تنتصر مع وجود الخطة اللي هي كانت موجودة بشكل محبك عشان نقدر ان احنا نعمل حاجة تانيخ كان بيعتبرها شيء مستحيل دايما يا دكتور رفض في من يعملون بالتنمية البشرية بشكل هم بيتكلم على الحافز في بعض الناس بتقول ده مجرد كلام لا هو مش كلام والترجم خلال هذه الحرب يعني انت لو كنت بشيط وراء الإحباطات وراء الأراء السلبية عمرك بكنت هتتقدم أبدا ولكن الدعم اللي كان طول الوقت وراء كل الشعب المصري أو حتى وراء الجند المصري هو اللي دفعوا انه هو يقتحم ميدان المعركة وينتصر هذا الانتصار المبين هذا الانتصار العظيم هو الحافز دايما في الإدارة عشان بنحط كده في مثلث بنسميه مثلث الإنجازات الإنجاز بيمر بثلاث خطوات الخطوة الأولى الاحتياج للإنجاز فده دي النقطة الأولانية وإدراك هذا الاحتياج فبنتسميه الاهورنس الاحتياج للإنجاز اه اه انا محتاج أنجح محتاج أعمل أتشيفمنت محتاج أعمل إنجاز لأنه أنا بشكل أو بآخر شايف ان أنا معملتش إنجاز بقالي فترة طويلة وممكن يكون حصلي إخفقات كتيرة وفشل فأنا محتاج عندي احتياج للإنجاز الحاجة التانية وجود الحافز الحاجة التالتة الإرادة فأنا عندي المثلث ده لو فيه خطوة في المثلث ده مش موجودة يعني أنا لو مش محتاج النصر ليه هتحرك ليه هبزي المجهود طب لو أنا محتاج النصر وعايز هذا النصر بس ما عنديش الحافز اللي خليني أعمل كده فأنا هنجح ليه أو هعمل الإنجاز ده ليه حاجة التالتة الإرادة الجنود تحملوا ضغوط عنيفة جدا ما بين ظروف عايشين فيها يعني طبعا انت بشايف الناس كتيرة جدا عاشت فترة طويلة في الجيش بالستة سنين والتسعة سنين والعشر اللي كان بيدخل ما بيخرجش يا دو فالناس ليه تحملت كل هذا وتحملت هذا الكلام بصبره وكانوا مبسوطين لانه شايفين انه جزء من رد جميل للبلد هو ان انا اعمل انجاز للبلد دي والكلام ده بنقوله للشباب انه بعض الشباب بنسمع منهم كلام مش لطيف هي البلد قدمتلي ايه لا انت بلد قدمتلك حاجات كتيرة ولو فيه اي مشاكل اي دولة في العالم لها مشاكل يعني الاقتصاد دلوقتي موجود في العالم كله فيه نقاط كتيرة جدا لكن البلد بتتطور بشكل كويس جدا والبلد هتنجح مش بس بالقيادة السياسية بانجازات الشباب نفسه يعني كل الدول النمور الاسيوية والدول الاوروبية اللي نجحت بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة فخلي دايما حرب اكتوبر ده كأنه المستحيل اللي انت خايف تدخل فيه انا خايف اعمل مشروع صغيرة ادخل اعمل مشروع وزي ما نجحنا في اكتوبر بالتخطيط كان عندنا مثلا ثلاث اشخاص اللي هو احمد الهوان ورفعة الجمال واشرف مروان دول بيجيبوا معلومات انت كشاب برضو لسه متخرج لم معلومات عن السوق قبل ما تعمل مشروع عشان تبقى وانت بتحط الخطة بتاعتك لازم بشكل او باخر تبقى انت حاطت خطة ناجحة تعمل دراسة جدوى لكن فكرة الاندفاع يعني لو جيش المصر في اكتوبر قال لك احنا نروح نحارب تحط حرب ازاي لا انت ما كنتش حملة هزيمة تانية تحقيق فدي فكرة التخطيط فكرة كمان سرية المعلومات يعني برضو كان ناس عندنا حلقتين تلاتة قبل كده بنتكلم على فكرة العدو والصديق خليك زكي المعلومات اللي مش مفروض تقولها ما تقولهاش انت رايح تبني انت تعمل مشروع سوري في اللفظك ما تسيحش الناس كلها انت هعمل كذا خليك راجل زكي دايما زي ما بيقول كده داري على شمعتك تقيد ده برضو حاجات مهمة جدا لازم الشباب يعني لو ما كانش فيه فكرة التعتيم على حرب اكتوبر كان ممكن كل الخطة تتسرب للجانب اسرائيلي وده طبعا كان زكاء شديد جدا من السادات انه لازم يكون فيه خطة محكمة وخفية ولازم يكون فيه نوع من التمويه ده حاجات مهمة جدا يا شباب ويمكن حضرك برضو اشارت الاعمال درامية هي خالدة طبعا بالنسبة لنا جميعا يعني مثلا جمعة الشوان رقفة الهجان الاعمال دي هي رسخة محفوظة ولكن برضو انت فكر ازاي الناس دي كان بتجمع معلومة انت في حرب معلومات وما زال حرب المعلومات قايمة لغاية دلوقتي واهميته زادت دلوقتي يا شام اكيد ما انا بقول لحقك ما زالت قايمة حرب المعلومات يا حقيقة يعني انا هقولك ومناسبة المعلومات اللي خلّ دونالد ترامب فاز هو واحد اسمه اليكزاندر كوجن ده كانت شركة اسمها كيمبرج أناليتيكا راحوا جابوا تمانين مليون بني آدم على الفيسبوك وابتدوا يعملوا ايه يشوفوا بيفكروا ازاي وبيعملوا ايه وازاي نقنعهم المعلومات الليفر بول بيفوز بمين بواحد اسمه يانج رهام ده رئيس قسم الابحاث في ليفر بول بيحللهم المباراة ويقول للفريق اعملوا ايه فشايف قد ايه اهمية المعلومات في نجاح الدول وفي نجاح الفرق فلازم يفهمين ما تدخلش السوق ما تفتحش مشروع وانت ما عندكش معلومات ومش عشان الجنبك نجح فانت داخل تعمل زيه لا ما تعملش كده فدي برضو لانه احيانا بعض الشباب الصغير يقول لي هو انا هصرف فلوس عشان اعمل دراسة جدوى اه ولو مش معاك فلوس تعمل دراسة جدوى وانتتزيلش السوق فدي رسائل مهمة احنا مش بنتكلم على حرب اكتوبر كتاريخ احنا حرب اكتوبر انتهى خلاص لكن احنا عايزين نروح اكتوبر وفكر اكتوبر نطبقه دلوقتي عشان يبدأ بشكل أباخر الكمالة بتاعت النجاح اللي حصل في اكتوبر طيب ازاي انت بتشوف مصر استفادت من حرب اكتوبر فيما بعد كفكر او كتغطيط او استراتيجية هو نقدر نعتبر الاستفادة الاساسية هي انك انت عرفت تحصل هزيمة الروح المعنوية للشخص نفسه بتقع يعني عايز اقول لحك مثلا الرئيس الامريكي فرانكلين روزفيلد قال جملة حلوة قوي قال حاول ان تفعل الاشياء التي تعتقد انه ليس باستطاعتك فعلها احنا قبل 73 كنا شايفين الناصر دي حاجة مستحيلة فكان فكر السادات وكل القادة اللي معاه احنا عايزين نكسر هذه الاسطورة اللي هي اسرائيل وخط برليف نكسر كمان اسطورة الفشل ان الجيش المصري عمره ما هينتصر تاني وبرضو دي ارجع تاني اتكلم للشباب حاول تبقى انت فاهم مهما فشلت قبل كده لكن لازم بشكل او باخر تبقى فاهم روح النصر عقيدة النصر كرمت عقيدة يعني ايمان انا عندي يعني عندي معلومة اكيدة بتقول ان انا في يوم الايام هنجح لكن الفكر العكسي عايز اقولك عكس العقيدة النصر ايه حاجة بنسميها في الطب النفسي سيلف سابوتاج ايه هو السيلف سابوتاج انا فاشل طول ما انت بتتكلم بالقصة دي تدخل بقى في قصة التسويف لا مش هقدر اعمل المشروع ده خليه شوية اروح مثلا اعمل حاجة اشرب سجاية انا بضمر نفسي بشكل تدريجي لعدم موجود ايمان وعقيدة عندي عن النصر لا خليك الناحية التانية اللي هي عقيدة النجاح وعقيدة النصر انا هي عقيدة النجاح مثلا لو ترجمناه في حرب اكتوبر انت بدتها تشتغل عليها من بعد سبعة وستين تحديدا حرب الاستنزاف انت قمت بعمليات شديدة القوة واحدثت كثير جدا من الخسائر لدى الجانب الاخر ده كان برضو بيرفع الروح المعنوية بشكل كبير هو دي نقطة برضو مهمة لو ربطناها بالادارة هشام بعد الهزيمة وبعد الفشل كل ما يحصل خطوة نجاح صغيرة احتفل بيها احتفل بيها وما ابتديش افكر في الفشل اللي حصل حتى الاباء والامهات والمدرسين الازكية مع الولد لما بيكون مش عارف يحل مسألة يدوله طب حتة صغيرة هم عارفين ومتأكدين ان هو هيعملها يبتديوا لوله شفت انت شاطر احنا ابتدينا فالولد مع الوقت الحالة النفسية يعني مثلا لما واحد بيروح لدكتور تخسيس بيحط له هدف صغير في الاول واول ما الهدف ده ما يحصل نعمل ايه يبتدي يعني يرفع سقف اللي يتم محافظ يرفع ويحتفل معاه برافو يا فلان انا شايف ان احنا فالاحتفال الصغير ده بيبتدي مع الوقت يعمل ايه يخلي الحالة النفسية والحافز يبتدي يعني فدي كانت حاجة برضو جيدة انه هو ابتدي يعمل بعض العملات الصغيرة عشان يثبت للا نفس ده انا اقدر انجح وان شاء الله هتيجي بقى الضربة القوية هي دي اللي هنحقق فيها النجاح الاساس احنا طبعا دلوقتي بنتكلم على الجمهورية الجديدة بنتكلم على انجازات كبيرة جدا الكل بيقول ان احنا مستلهمين منها روح اكتوبر فاعتقد ان اكتوبر يعني ما بينتهيش ولا بيكون الاحتفال فيه خلال شهر معين في السنة ولكن قد يكون طول الوقت انتحاتت حرب اكتوبر قدام عينيك وبتعمل كانجازات تماثل انجازات حرب اكتوبر انا هاخد من حرب اكتوبر حاجة بس هروح لها من نابليون نابليون كان قائد عظيم وكان بيعتبر دايما ان هو الحافز اللي عنده هو او الارادة مرة جوم قالوا لنابليون جبال القلب الشاهقة تعوق تفوقك قال لهم ايه يجب ان تزول من على الارض خد جبال القلب دي اللي نابليون كان بيفكر يشيلها طبعا دي حاجة مستحيلة واربوتها بخط برليف وخد خط برليف انت كشاب صغير دلوقتي موجود شوف ايه العائق اللي قدامك وحط في دماغك ان انا لازم العائق ده مستحيل هيبقى صعب من خط برليف اتنين وعشرين متر بعرض يعني ارتفاع بهذه الضخامة وازاي الجيش قدر يعني ينتصر قوي يا رب دايما كل ايامنا انتصارات وخير وبركات بشكرك جدا يا دكتور رقفة شكرا جزيلا ساعت جدا بالحلقة والله وحضرتك يعني شحات الهمم بالحديث عن الادارة وازاي ترجمت من خلال حرب اكتوبر انا بشكرك شكرا جزيلا وكل صاحك طيب وبشكركم مشاهدين الكرام على حسن وطيب المتابعة بكده بتكون خلصت حلقتنا النهاردة من صباحك مصري يا رب ان احنا نكون توفقنا في عرض حلقتنا سواء على مستوى الاخبار او حتى على مستوى الموضوعات وده كان مسك الختام الحديث عن حرب اكتوبر اللي احنا هنتكلم عنها كتير جدا خلال ايام الجاية باذن الله اشوف حضراتكم بكرة باذن الله وحلقة جديدة على خير اشتركوا في القناة